اشتركوا في القناة نعود الاتصال لاحقا يبدو ان هناك خلال دكتور طارق فهمي من القاهرة تعتبر مكة المكرمة المنارة والقبلة التي يتوجه اليها المسلمون فهي لدى المسلمين اقدس بقعة على وجه الارض واكثر المدن ذكرا في القرآن الكريم منذ فجر الاسلام وحتى قبله عرفت مكة بمقامها الكبير لدى العرب والمسلمين بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لسكان هذه المدينة للإسلام مكة المكرمة اسم تعدلت مسمياته فهي ام القرى وبكة ويصح تسميتها بالكعبة او البيت الحرام والبيت العتيق فجميع تلك المسميات على مكة اقدس بقعة على وجه الارض وكيف لا وقد ذكرها الله عز وجل مباركة في محكم تنزيله وقال ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين تعتبر مكة بمسجدها الحرام من اكثر المدن ذكرا في القرآن لما لها من قدسية حتى اصبحت توجه نحوها في اي بقعة كانت في الارض وهي المكان الذي يعرف اتجاهه المسلمون في اي جزء من العالم وفي وقتنا الحالي تحضى مكة باهتمام كبير في العهد السعودي اذ وصلت ذروة النماء والتطور حيث تعقب الملوك في السعودية واهتموا بمكة حتى اصبحت احدى اهم مدن العالم تطورا وبناء واشهدت في كل فترة زمنية توسعات هائلة للمسجد الحرام وما يحيطه من خدمات للمعتمرين والحجاج اصبح اللقب لملك السعودية يحمل خدمة الحرامين الشريفين كناية على الاهتمام الاول لكل من يحكم هذه البلاد وتبقى مكة المكرمة منارة للمسلمين ومن اكثر الاماكن روحانية لديهم اذ تعتبر اكثر مدن العالم تجمعا سنويا حيث يجتمع الحجاج لاداء مناسكهم بالاضافة الى من ادخل مكة المكرمة على مدار العام من معتمرين وزوار لبيت الله المعظم ويقومون في مكة وفق انظمة شرعتها السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف انحاء العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة